يشتكي أهالي صلاح الدين من غياب شبه تام للكهرباء الوطنية والتي تحولت إلى ضيف خفيف الضل جداً مع وصول درجات الحرارة إلى نصف الغليان ما عطل مصالح الناس بغياب منافذ طوارئ باستثناء المولدات الأهلية التي حلقت بعيداً بأسعار الأمبيرات دون مراعاة أوضاع الأسر محدودية الدخل التي تمثل غالبية السكان ويتحدث الأهالي عن ساعات قليلة من خدمة الوطنية لا تزيد عن الست ساعات ليتم التعويض بالمولدات الأهلية عالية التكلفة بعد وصول السعر الأمبير الواحد إلى 15 ألف دينار مع احتمالات مفتوحة للزيادة خلال الأيام المقبلة بالإضافة لنعدام سيناريو المعالجات للشبكة الوطنية مع استغراب عام من عدم تحرك مجلس المحافظة لإيجاد حلول واقعية أو تخصيص جلسة طارئة لهذه المعاناة ترجمة نانسي قنقر